نعم معلومات استخباراتية للجيش الاحتلال الإسرائيلي دفعت بوحدات خاصة إلى مخيم بلاطا شرق مدينة نابس عند تمام الساعة الثالثة من قبل فجر هذا اليوم تباغتت الوحدات الخاصة منزل عائلة شلال في داخل المخيم وتحديدا وسط المخيم وبغيت اعتقال عدد من مطارضي كتائب شهداء الأقصى داخل هذا المنزل المجموعة المطارضة اكتشفت تسلل الوحدات الخاصة وتمكنت من الانسحاب قبيل اللحظات والدقائق الأخيرة لوصول الوحدات الخاصة الإسرائيلية إلى المنطقة وخاضوا اشتباكات عنيفة مع ناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة مع انتشار للقناصة اغلاق كافة مداخل المخيم والانتشار بين الزقاق واطلاق للقذائف الصاروخية الموجهة التي تحمل على الأكتاف من خلال القوات الراجلة الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط المنزل وتم استهداف المنزل بعدد من الصواريخ يؤكد شهود العيان أن على الأقل تم استهداف المنزل بنحو أربع إلى ست قذائف موجهة بالإضافة إلى القاع قنابل يدوية باتجاه عدد من المسلحين إذ استمرت الاشتباكات قرابة الساعتين داخل زقة المخيم جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض واقعا مروعا على الأطفال ووحشيا من خلال طبعا ساعات الليل وإطلاق الرصاص القنابل التفجيرات التي سمعت خلال الساعات الماضية داخل مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس كانت هناك إصابة لشاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرأس ترك ينزف لفترة نصف ساعة دون تمكن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول في ظل منع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاصلة المقيم في وقت سابق تمكنت طواقم الإسعاف من نقل شاب فلسطيني إلى مستشفى رفيديا بجراح بالغة الخطورة سيما وأن رصاصة أصابت الراصق يخضع في هذه الأثناء لسلسلة من العمليات هو داخل غرفة العناية المكثفة في مستشفى رفيديا ويكافح الأطباء بجهود مضنية لمحاولة إنقاذ جراح هذا الشاب الذي كان قد أصيب سابقا وتحديدا قبل نحو أربعة أشهر عند اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لحارة الياسمينة بالبلدة القديمة وعاد الاحتلال لهذا اليوم بإصابته خلال الاشتباكات المسلحة يدعي جيش الاحتلال بأن الشاب الفلسطيني أطلق الرصاص باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس الأنباء المحلية الفلسطينية وما يؤكده الفلسطينيون من داخل مخيم بلاطة أن جندي إسرائيلي أصيب خلال هذه الاشتباكات المسلحة وأن مركبة إسعاف إسرائيلية نقلت الجندي المصاب بالإضافة إلى إعطاب دورية عسكرية قامت أليات الاحتلال الإسرائيلي بسحبها من داخل زقة وشوارع مخيم بلاطة عند ساعة الانسحاب قبيل ساعتين من الآن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تأكيد عن ما هي العملية أو ما خلفته العملية لكن فشل الاحتلال الإسرائيلي في تسجيل أي حالة اعتقال أو اعتقال من المطاردين داخل مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس وتمكن مطاردو كتائب شهداء الأقصى داخل المخيم من الفرار والإنسحاب قبيل إحكام القبضة من عناصر الوحدات الخاصة على المنزل الذي استهدف لعائلة شلال شرق مدينة نابلس اشتركوا في القناة